موسيقى 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 وعندما تصنع الهضم المرارة تتحرك وتسيب المخزون المخزون لكي يساهم في طريقة الهضم لذلك المرارة التي تصنع الكبد يوجد توازن مع محتويات المرارة التي تصنع الهضم والأن الماء والسماء كان هناك هناك حصحاز ذاك يقعد حسحات صغيرة ووقت اللي الخلطة ما تبداش عاتية برشا برشا ما انتي اكل حسحات صغيرة نجمي تراكم مع بعضه فهمتني شنوه ويعطي الحجرة. دونك يا انيكيليبر مبين مكونات المراد ووقت اللي اللي كيليبر هذا يدخل بعضه يولي يولي الحساس الصغير اللي هو ميكروسكوبيك يتكتل مع بعضه بش يعطينا الحجرة اللي في المرارة وعليش يصير في المرارة على خاطر المرارة هي المخزن دونك غاديوين تتراكم البيل اذا كان فما اه ما فماش التوازن ما بين مكونات المرار هذوكم اكل حساس صغير اللي هو ميكروسكوبيك معناها ما ما يتشافش بالعين يتكتل مع بعضه حتى بشوية بشوية يعطينا الحساء دونك الحساء يتكون في المرارة في معظم الحالات انا فما حالات خاصة مش نيجب ندخلو في التفاصيل في معظم الحالات يتكون في المرارة ومن المرارة يا اما يقعد غاديك موقن وإلا يمشي معناها اذا كان المرارة معناها بالتحركات بتاع هذه ويمشي ويسد المجرى متاع المرارة اللي هي معناها ليسقا في المجرى الكبير وقت اللي يسدك المجرى متاع المرارة وقتها المرارة معاش تنجم تسيب المرارة اللي موجودة في في وسطها تتنفخ وتعطي لوجايع وبعد هذا هي هكذا الحساء اللي اللي تبلوك هذيك في المجرى متاع المرارة نجم يخرج من المجرى متاع المرارة ويخرج في المجرى الكبير اللي هو الكوليدوك اللي عنده علاقة بالكبدا ويوم بتكاهلوها وقت اللي يخرج هذيك بش يعطينا احدى تعاكورات المرارة اللي هي مش البوسوفير ليباتيت خاني نقوله بوسوفير خاطر يعطي سفورية اما هي خاني نقولها بالسوري اللي هي الانجيوكوريت وهذا هي من تعاكورات الاختيرة هبتتش هيك الحساء هذيك كل احنا زادة اللاسوق اللي هو البونكرياء المجرى متاعه يصبوا في نفس البلاسة اه مع مجرى متاع الكبدا دوك يعبد بش يسد لوتا ساعات يسد المجرى متاع اللاسوق البونكرياء ويعطينا معناها مضاعفة اخطر من هذوم الكل اللي هي البونكرياتيت اللي في بعض الحالات التهاب اللاسوق اللي في بعض الحالات تنجم اه تعطينا اشكاليات اه كبيرة تنجم حتى تهدد حياة الاشخة دونك الحكاية الكل معنات الحكاية زيداد حكتاو الحكاية متاع بلون بري لكل الحكاية متاع جعب فمتني شنو بالحق مانش انكستيون دو بلون بري دونك ما فماش حاجرة ولا حاجرة دور في المرارة ماش بلوكي تمشي الحاجرة تبلوكي المجرى متاع المرارة دونك تعطي هالكوليكي باتيك ولا الوجيع ولا تعطي التهاب المرارة زيد تهب تلوتة تعطي الانجيوكوليت واهلا البوسوفير واهلا تزيد تكمل تبلوكي متاع اللاسوق فمتني شنو تعطي سكونا بلون بانكرياتي دونك سيم كيستيون دو بلون بري متاع جعب فمتني شنو سير26 سورنا ارينا تلمكون المرارة كبه التطبيع كان تلمكي مع Shock دونك 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 دو جواءنا ما شكري ماですね رائع الزواء scientist هل ن sharpie اوكرة الك depresima نحن نتحدث عن الحجر في المرارة الحجر في المرارة تنجم جي للصغير كيما تنجم جي للكبير ولا واحد كيما تنجم جي للمرأة كيما تنجم جي للراجل تنجم جي في عمور صغير برشا تنجم جي للكبير ولا تطور في التفاصيل تنجم جي حتى عند الصغار وفي وقتنا نجم نلوجه حاجات اخرى حتى طبيعة الحجر ليس كيف كيف نحن نقوله ما هي نحكيه على الفئة التي جيها اكثر الحجر في المرارة هذا لا يعنيش كونه بخلاف الفئة هذه ما تنجم جي للمرأة لذلك نبدأ بالراجل ولا مرأة اللي معروف كونه المرارة جي فيها نسبة اكثر عند النساء وهذه الكله راه عنده علاقة بالهرمونات النسائية لذلك عند المرأة خاتر الهرمونات النسائية عندها مش عندها تأثير خايم هذه الهرمونات النسائية تتحكم في وظيفة الكبد على خاطر هذه الهرمونات النسائية ننقاول المرارة جي أكثر عند المرأة فمتني ويجي أكثر عند المرأة اللي جيبها برشة صغار وتجي أكثر عند ولا تتحيا لوجيه أكثر إذا كانوا للمرأة وقت الحبالة هذي الكله عنده علاقة بالهرمونات النسائية لذلك المرأة أكثر من الراجل المرأة اللي بسحتها شوية المرأة اللي جيبت برشة صغار والمرأة اللي فوق الاربعين سنين هذي الفئة اللي معناها بالإحسائيات جي أكثر هذي لا يعني ايو interpreشتك ف theories الיתراذ راجل وكثيف لا تتحتاج المرأة اللي جيبت الأكثر للمرأة اللي اقل مااربعين سنين مافج مرارة هذا ما يعني هذي للمرأة زعيفة مافج مرارة ًا جنرال مون اللي تجع بالمعارة تقاها مرأة في الاربعين جيبت برشة صغار وعندها شوية وزن الزيت هذي الفئة اللي تنجم تجع تجع تس MUSIC أحبال الزيت ماذا؟ هل يتحدث سيحصل لنا إلى التحدث عن منذ مختلفين؟ نعم، حتى عند الطب والعام وعندما يتحدث عن الناس في كرشو عند الرجل في المرارة معناه سهل بالنسبة للطبيب بشي يجي وجي عكاية بشي يطلب الكشف بالصادات وبعد نحكيه كيفية واحدة بشي نوثقوا حكاية الحجار في المرارة عند الراجل نخموا أكثر في المعدة نخموا أكثر في القرح معناه على خاطر كيما قدتك مش درجة مش معناه ما تجيش عن درجة سوكي فيه اه وحتى طبيعة ما نعرفوش وعليش حتى طبيعة الجيعة كيما اللي بيش نحكي وعليها عند الراجل ما تجيش بالصفة هذيك معناه برشة مرات عن درجة الجيعة الجيعة اللي تشبهوا جيعة المعدة هذيك وعليش اه وزادة بالكشي زادة سي با ميزوجين معناه اسكل جيدي ما ويش حاجة مواد الكل اما زادة خليناه خليناه اللي رجال بالكشي ساعات تبدأ سبوريين اكثر دونك جينيلاً ما عند الراجل معناه نشوفو الراجل اللي عنده حجار في المرارة بارشة مرات بارشة مرات نشوفوها في في نشوفوه وقت اللي تبدأ عنده مضاعفات المرارة باي دونك هذي بالنسبة لله دونك توا بالنسبة للوجيعة دكتور خاطر اللوجيعة دجا فيها وصف طويل وعريف بش نجم يهزنا الاثنين بتاع المرار خاطر بلاستة نجم تشابه بلوسموه ساعات كيما قلت يا اما فعلهم معدى بالنسبة للرجال وقالها ساعات يمشي في بالهم اللي هي مشكلة متاع كلاوي اكثر منها مرار دونك طواء احلا بش نبش دلانك الاعراض ا bunlar طوى ما نش بش نكيه علي المضاعفات معنى هي بش نكيمو على الاعراض متاع واحد عنده حساف المرارة وتحييرله التحيير ل إنهم يجبون حجار في المرارة لذلك نحن نقول أن مدام الحجرة تتحرك في المرارة لا يوجد أن يوجد أي شيء لا توجد أن يوجد هذه الوجيعة لتعلم عن الخصوصيات إلا أن تبدأ الحصائق يتبلك في الكنال السيستيك الذي هو المجرم المرارة لذلك عندما يتبلك الحجرة سوف تتنفخ من أن تتنفخ المرارة تجد هذه الوجيعة كيف يوجد هذا الوجيعة؟ في الوجيعة الكلاسيكية هي الوجيعة على اليمين تحت الظلوع قوية تجيب الكريز تقص النفس لا تقص النفس تقص النفس تقص النفس وتطلع للطف اليمين وتأتي معها ردية الوجيعة هذه تأكل حجرة متبلوكية الوجيعة متواصلة تقص النفس تقص النفس تقص النفس وضع المرارة تقص النفس تقص النفس تقص النفس تقص النفس ويأتي معها ردية حيث لا نتحدث عن المضاعفات هذه المسار العادي متع الكريزيني لم نتوصل الآن للمضاعفات وفي حاجرة تقص النفس تقص النفس المرارة تخزن المرارة لكي تصيب المخزون وقت الهضم المرارة تصيب المخزون وقت الهضم في المرارة لكي تصيب المخزون وقت الهضم المرارة تصيب المخزون وقت الهضم لكي تصيب المخزون وقت الهضم تصيب المخزون وقت الهضم لكي تفرج تجير مخزون وقت الهزم في الوقت في الكوريستيت في التهاب المرارة التي نتحدث عنها في المضاعفات وعلى كل وجاعة هذه موجودة نقول لك ما هو الفرق مع بيناتها اما هي المريض التي تشد وجاعةها يجب أن يمشي عادية على خاطر يعنيها باش نوثقه اللي هي حجارة في المرارة وباش نتمينه اللي مفيش ما فماش مضاعفات متاع هذه خلينا نقول بالفرنسية معناها عادية اللي تنجم اما ساعة ما نعرفوش كان كل حجرة هذيك بشتعود تتنخ هذيا ما ينجموا نحكموا بيه كان وقت اللي يشوف التبيب طيو بعد كي نحكيوا عالمضاعفات طيو المستمعين يفهموا خير وما نجموا نقولوا اللي مايهاش مايهاش مضاعفات الا ما نعملوا التصويره ولا مايتشاف التبيب دوك اما جينيال ما كان ما توصلناش للمضاعفات هي بشتمشي على روحها والتبيب بوقت اللي يتمان لها مضاعفات بشوية دويات معناها اللي تنحلوا جيعة معناها ينجم يعدين المرحلة هذية وبعد يولي العلاج مش استعجري نحكيوا باعد في العلاج اما لا يجيوا اللي نعملوا على راحتنا مش نحكيوا شوي اخر في المضاعفات دكتور جوس نعود افكركم الموضوعنا اليوم ما هو الحجرة في المرارة وحضر واحدنا الدكتور يوسري كاوين طبي مختص في الجراح العامة مرحبا بتليفوناتكم على بحث 30 المضاعفات نحكيوا من الأقل خطورة لأكثر خطورة وباقي نتابعوا في الحجرة خاتر الحجرة هي كل مرة وين تمشي لبلاسة تعملنا مشكلة وصلنا إلى الحجرة وقتنا تعطي هذه الوجيعة كل مخير فمه مشكلة تبدأ من تبلوكية المجرى المرارة وقتنا تتناحى الوجيعة تخرج الحجرة تتناحى الوجيعة ساعات الحجرة لا تحب أن تخرج تبدأ كبيرا وإلا المجرى الو كانت تضيق الحجرة تدخل لك داخلتك لك المرارة الموجودة لما تحب أحدها عندما تدخل المرارة تتنفخ يجب تخل الوجيعة لا تحب أحد على حجرة طيب يتصل خطورة وبعد أن تتكلم في حجرة المرارة كل المرارة حيث مجرد فتقدم يشف للمشري أعطى لك ودى على تدخل الغشاء المرارة تصبح الالتهاب وتعطينا الالتهاب المرارة أو بالفرنسية لذلك بخلف الوجيعة التي تفهمنا فيها تولي الوجيعة بالطريقة تولي الوجيعة معج تصيب العبد وبخلف هذه تعطي سخانة ونحكيه كيف نستطيع اعرف إذا كان حجار في المرارة ونحكيه هذا الكشف في الصداة بمعضل لنا يقول لنا إنسان يتحدث من حجار في المرارة في المرارة في الحجار يتطلب الغشية تصبح من الساميك ومكان الشغلية يقول في الفصة يقول معناها اي بي وذلك فما عوارض ووالا ديسيني في الليكوغرافية اللي تقول لنا راهو فما التهاب في المرارة وقتها ما عاش نحكيه على علاج هذوما الكل بش نحكيه فيهم كل المضاعفات هذوما الكل معناها حالات استعجلية معناها لازم التدخل طب بعد ما نحكيهوش على العلاج بادوتو تفاصون هاللي بش نحكيهو فيهم مضاعفات لكل هم هذوما حالات استعجلية دونك وقتلي عنا هالالدونك العوارضة دونك لوجيعة تولي معاش بالكريز وفما وتولي فما فما سخانة وبالصورة والكشب الصداي واللي يورينا ديسيني اللي هما عندهم علاقة بالالتهاب المرارة وقتها وليو في حالة استعجلية باقي نتابعوا في الحجيرة هذي دونك الحجرة هذي بعد ما خرجت في المجرى متاع المرارة داخلت فك المجرى الكبير اللي يجي من الكبدة ويمشي كين المسرانة دونك دارت وهبتت لوتا والتي تسدت حتى المرار اللي تصنع فيه الكبدة لكل ما عادش ينجم يحبط للمسرانة دونك يولي هذيك كل المجرى اللي هو الكل يدوك يتمفخ والمرار ما عادش ينجم يحبط يولي يرجع يقعد في الكبدة وبعد يدخل في الدم فمتني وبعد كيف كيف كل مرة سيتوجور ديما كيستيون متاع بلومبري معناه معاش كي يتراكم هذيك كل يعطي يعطي معناه الجرثومة ويعطي انفكسيون متاع البير هذيك اللي تمشي في الكبدة وبعد تمشي في الدم ونواليو نحكيه وعلى سبتي سيمي هذي يلا دوزيم كمبليكاسيون معناه هذي المضاعفات الثانية اللي هي البوسوفير واللي تنجم تكون اختيرة بارشة سيعتلو عند العباد الكبار فمتني وراء وذي من اقصى الحالات الاستعجالية في المضاعفات متاع المرارة لذلك تولي عنا جرثومة في الدم على خاطر الكبدة معناه المجيري متاع المرار لسقين للعروق لذلك تبدأ فهم جرثومة اللي توسل الكبدة تتعدى تتعدى للدم ونواليو نقوله على جرثومة في الدم اللي هي نجم تكون حاجة اختيرة بارشة على حية العبد ممتعة هذي هذي نحكي عنه وذيش يعتى عوارض بخلف الوجيعة هذيكا وبخلف السخانة يعطى زادة مش معناه بوسوفير متاع الباتيت يعطى صفورية في العينين ما هوش بوسوفير اما يشترك مع البوسوفير اللي هي الباتيت مع الصفورية فهمتني شنوه دونك تبدأ عنها صفورية ووجيعة وضنك صفورية وجيعة وسخانة والسخانة في الشيرة مع هذية الانجيوكوريت مع الوعد وكل تبدأ سخانة متع سبتسيميت ولي جي معها زادة اكتزيليفة هذي دونك بوسوفير سخانة وتزيليفة زادة كيف كيف هذية بالتصوير الصدي هو اللي يعطينا الدياغنوستيك ويعطينا الوعد وكل اللي هي الانجيوكوريت هذية المضاعفة الثانية باقي نتبعوا في هالحجيرة هذية موقت لكينا الى الحجرة كي تدبلوكة لوتا هذي كوين مش تصب في المنصرانة الجيدة زادة حتى القنال متاع اللاسوق البونكرياء يصبوا فرد بلاس دونك يتبدأ فهم حجرة بلوكات المجرى متاع المنافذ زادة بشتبلوكة المجرى متاع اللاسوق كيف كيف المجرى متاع اللاسوق إذا كان ما ينجم شي سايب اللي عنده يتم فخ اللاسوق وتعطي پونكرياتيت التهاب في اللاسوق اللي هي اللطف معناها مضاعفة اختيرة واختيرة برش برش هذو ما بسيفة عامة فهم مضاعفة اخرى معناها اللي هي إذا كان تبدأ حجر في المرارة كبير وتبدأ المرارة للاسقط فك الحجرة بطول العمر وتبدأ خليتك الحجرة هذيك اللاسقة سكونا بين الفيزيكور سكليرو أتروفيك تنجم هذيك الفي لوتيرة معناها تنجم هذيك هذيك اكل غيشة متاع المرارة للاسق بطول العمر وكل شي ينجم يعطي ريسك متاع معناها بيشتوري كونسير في الفيزيكور فك علينا ما نحكي وش علي وخاتل ستين كمبليكاسيون وتاو الناس معاش تخليل الحجرة في المرارة بشتخلينا نوصلوا لذي مش نازم نحكي وخلينا نقولوا اللي دونك ثلاثة مضاعفات اساسية اللي هي التهاب المرارة والسباب الساحة ت النجمير مع بالقالة الالkungة و playersهم لنا وقد وندخلعنا باللاج الكلاب والاهم حالات استعجية من الط5 ونجم dessابقين كما سيتم م الك année؟ إ Bronze дети كان دونك تت times inul spell يستخدم أ hass يستخدم واحد يستخدم من الط5 ما إذا كان لديه حجر في المهرارة فهنا لن أخبره صحيح لن أخبره عن الإنسان لا أخبره عن المضاعفين لن ينجم كان جراح ونعرفه أننا نفعوا حجر إذا لم يكن أخبره حجر في المهرارة فلن نفعه حتى أنه يدوه في الحجد في وقت الإنسان ما ينجم في العلاج كان على الإنسان سؤال آخر يسيقه المرض لماذا لا تنحي الحجرة و تجعل المرارة؟ لا تنحي الحجرة كما في الكلاو و تجعل المرارة تتنحى بكلها بحجرها بكلها تتنحى المرارة بكل وظيفة متاحة هذا سوف نتعلم بخاطر السؤال يسألوه برشا برشا لذلك العلاج مينجم يكون كان بالجراحة يقول لك الحجرة يجب أن نمشي للجراحة هذه المرارة تجعلها لأنه يقوم بحجرها تتكلم و يجب أن نحي الحجرة يجب أن نحي المرارة عندما يوجد حجرة يوجد حجرة و يوجد حجرة و يجعل الحجرة هذا هو حيث وضعت أنه لا يوجد قرار حاسب يقول لك مرارة عمرها ما تكلم تخليها غاديك والجرحين يقول لك مرارة حتى كان موجودة مدام فم حجرة لازم يجي نهار ويعملوا بخير وعليش نحيو فيها نحني نحيو فيها باش نتلافيو هذوك المضاعفات اللي ينجموا يكونوا خاتري فهمت نشلوه لذلك عندما تبدأ حجرة في المرارة تجع يجب أن يمشي نحيها إذا لم تجع وقتها دعونا نشاهده نحن نحكي لك موباقي زادة في حكاية بلومبري أراه الحجر الصغير والجيد هو اللي يتحرك من المرارة أكثر أراه الحجر الجيد أكثر خطورة من الحجر الكبير هذو من الميكروليتاز على خاطر هو اللي يتحركوا أكثر وقت اللي يحضر بها عنده الحجر الرمية وكل نشوفوا كان الحجر صغير كانوا مزال صغير في العمر ومزال صغير في العمر ومزال بش يعيش بش يلقى الوقت بش يعملهم المضاعفات ذو من أخويا إيفو ميو نحيوها المرارة قالوا خطر علاجها بسيط كانت بالجراحة تولة بالمنذار مغير جروح تتنحع وخاني نقولوا المنذار هراه أه اليسير داخل الكرش كيما يسير بالجراحة الكلاسيكية في المنظر تتنحى المرارة بكلها. البيهي كونه لا يوجد مضاعفات متع الجرح و لا يوجد برشا وجيعة بعد العملية. يروح بعد 24 ساعة. هذا هو علاج المرارة. في المضاعفات التهي في المرارة توليه. يجب من واحد استعجاليا يمشي ناحية المرارة. في الوقت الذي يحدث عن الجراحة كانت جراحة يجب أن يتحلل المجرى. يجب أن تفهم الجراحة مع الجراحة. الجراحة يمشي ناحية المرارة و الجراحة يمشي في المنظر ناحية كل حاجة لهذه. وفي البنكرياتيت كل البنكرياتيت الساعة تأثير على الوظائف الاساسية العبدة التي هي الطيح في الدم وتوليه على كل ذلك. معناها ستونيرجانس ميديكا. وبعد نشوف في وقت ناحية والمرارة ينفوها تعدينها من العاصفة اللي هي البنكرياتيت. باي. ما جلتنيش على الوظيفة انت عمرار. باي. أعطيك صح. بارش عبيد تسهل. بارش عبيد تسهل يقول لك اي انا ناحية المرارة نجم نعيش عادل نجم محيش. معناها تعطي مضاعفات مالها حتى معنا. تو فما اه يمكن دي مليار دو جن عبيد اللي عايشين بلاش مراه. راه حتى المضاعفات الصغيرة اللي تعطيها. ما عندها حتى تأثير على حياة العبد. باي. معناها راهو العبد. معناها كيف ما يعيش. احنا كانت عنده مخزر نحي ولمقزر. بون فما حكيتها فما شكون يعمل شوية اسهل. اه ما حتى المضاعفات هذه مش بوش تأثر على حياة الشخص. على حياة العبد. ولا مش بوش تأثر على تبيعة حياته اليومية. معناها كي ما لي عنده مرارة بسيفة عامة. اي. كي ما لي ما عندهوش مرارة. باي. انتك ساعة. الله يخليك على التوضيحات اللي قدمت. امنوا دوك نعود في فكركم لموضوعنا اليوم هو الحجرة في المرارة. وحذر بحثينا دكتور يسري كعوين طبيب مختص في الجراحة العامة. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف. هجر الحنيشي تستنى في مكالمتكم. 31 380 الف. ايا فام احلى غديو. اه نبدو مع اول تليفون مع ناس جديدي مرحبا بيك سي جديدي. مرحبا عاشبتي بارك الله. مرحبا بالدكتور. يا عايشك مرحبا بيك عايش بابا العزيز. مرحبا بيك عايش بابا هاي هي. باك. وولي وجيعة. مش يسدني على طول. اه 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 اربعة دراج نصب ساعة. ساعة اربعة كاكة من الجباس. مش اه اه بلارتيني بالمرتي. مرحبا بلخسر عشيها. ومرتيني مرحباتي. انت على ديالي ونوصلين. هاي هي. والحمد لله. وعندي كل اه اه كالسدان انفسك اللي في فم المحضة. لازم كبتشة ولازم كبتشة هاي كان. اه شوف. اه. اه. اولو. موني قتلك انا. ارى وعندي رجال نجم تجيك وجيعة كيمة بتاع المعدة راو. راو سهل بالنسبة لي كنتي. ساعة يزمك تمشي تشوف تبيب. وهو طوي. طوي ثبت. خير. خير منك انتي معنا اي كان وجيعة عنده علاقة بالمعدة ولا واحد. وراو سهل. مش تعرف روحك عندك حجر ولا ايه. يلزم تنيه. والتبيب يطلب لك تصوير ايكو. والايكو تقول في عندك حجر ولا ما عندكش. اه. اما يزمك بالليكو. المرارة قليل لبس عنها اما عندك المسال هالغريزة. حكي اخر على ذلك. او نحنا ما دام ليكو عملها طبيب اشاعة وقال لك راو ما فهميش حجر في المرارة. انا ما فهميش حجر يزمك تشوف تبيبك. وهو اللي وهو اللي رسق معناه يقول لك الوجيعة هذية منين معناها. ملاجموش بالتريفور. اما انتي كان ليكوغرافية عملت وما فهميش حجر. الوجيعة إذن ما هو لي بالتريفو منيش حجر والكم اتكار يجب ان يشوفت بيه ببابا العزيز. شكرا. معانا سيمي مرحبا بك سيمي. مرحبا بك سيمي. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. تفضل. يا جعي شك. مرحبا بك. أحبا بك. الجوج لدينا الالتهاب في المرارة المشكل انه مش حجرة عني في المرارة حسب كلام الدكتور انه السائل في المرارة عمل لك الالتهاب واذا قال لكي في السبيتر شو قالوا لك الالتهاب في المرارة اي شنور يصار كيفاش عالجوه اللي حكي نحو المرارة لكن الالتهاب تعد حتى للبنكريات هذا هو مخاطر في موقتك فيما حجرات صغيرة ساعات ما تتشافش لبس كانير وكل شيء أنت عم فهمت شنو يصاره أنت كيما صار لك أختك صار لها التهاب في الأسوق اللي هي البنكرياتيت وهذاك تعديت رأي رقدوها وقعدوا يستنيوا حتى الالتهاب يمشي وبعد بتلايثها ولا 6 أشهر نحاولها المرارة هذا الشعر أم لا 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 جمع من الثنين صوموها وقت خمسة أيام وبعد خمسة أيام نحوها المرارة هيك هوتقاها الالتهاب ما هوش درجته عالية اللي خليهم يأجلوا تنحية المرارة وهذاك الشليل زم يصير بابا العزيزة إن شاء الله بلطف عليها سيمي معنا ناجيا مرحبا بيك ناجيا أهلو عسلامي عسلامي ناجيا مرحبي تفضل أهلو عسلامي ناجيا مرحبي تفضل خبسة ناجيا مرحبي تفضل عملية رجالة فقط عملية سهلة هي العملية بليكو pee في تفصل potentialполнеوجي Pub Museum سوف تخorns المفضل إليكو أنت المى حجرة حجرة يحمل ليكوغرايفية في الموضوع لأianspa كان عمليكوежيتم كيف Frontierين متعلوم رائعوا لي مذهن فوق يموت الماطريات مذهب هذه الجراحية أيضا. كان لهي تقلص تحجير على حجار في الكلاوي قلنا علىزفopodه حجار في الكلاويات وما نحن اللقاء السيركويات ذلك غيرت حقًا البطاريق نحن ت Feng Shire لا serious حتى حقًا ما بينني شأن تفهمت لديهم في بعض الأحيان الحجرة في الكلوة أو الحجرة في المرارة في بعض الأحيان الحجرة في الكلوة تعطيك وجيعة في جنب أو الحجرة الرارة تعطيك وجيعة تحت الظضوع من كثرة من وجيعة قوية مثل هذه تبدأ تتحس في الكرش الكل والعبادة تتخلط أما ديما الكوشوفات اللي هي بالصادية وإذا كان حاجرة في الكلوة اليورو سكان هو اللي يعطينا الدياغنوستيك ويجاوبنا على سؤالنا أما معناه السيركوية متاع المرارة وما عنده حتى علاقة بالسيركوية متاع الحجر الكريوي كل واحده السيركوية متاعه أس كيفما ثوليل الدكتور في المرارة ينجم يغلطنا ويذور كايين وحجار في المرارة؟ هذوكم ليه بوليب فيزيكوليل هذوكم الثوليل هذوكم هذي كثير كيب بوليب كيما ثوليل معناه تماما بان المكثر كيف كيف زادة بالدراسات فمشكول يقول لك نقعد الراقب فيه فمشكول يقول لك خوية نحي لكل نحي المرارة هنا ونمشي نبعث المرارة للتحليل باش يظهر بوليب ما يظهرش حكاية أخرى دائما أما جينا للماء ليه بوليب هذيك هو الجراح هو ليه هو ليه هو ليه عنده الحكم بشي يقول نمشي أما جينا للماء له هذو مثل المرارة يجب تتنحى المرارة ونبعثوها للتحليل باش نثبته ليه بوليب مش بدو متاع اللطف حاجة خائبة يعطيك صحة دكتور غلا يخليك على توضيحات اللي قدمتهم من اليوم باركالا وفيك كان بحدينا دكتور يوسري كعوين طبي مختص في الجراحة العامة وكننا حكينا على الحاجرة في المرارة سينو شوي آخر باش كون بحدينا مدامان البوسيلمي أخصائية التغذية العلاجية باش نحكيه وعالك فيش نجم نحاول الرسمة بتاعنا لإلى لي حرق الدهون ما تبعدوش بعدها نرشعين ألو إيافن سبيسيال سانتي مع هجر الحنيشي